اشتركوا في القناة في تزايد مستمر لكن اخرين اختاروا عدم المجازفة وقرروا الانتقال الى مناطق امنة اعتقد انه اعصار قوي وقد يصبح اكثر خطورة بسرعة ورغم ان الموجات العالية تبدو مغرية بالنسبة لهواة التزلج على الماء الا ان السلطات حذرت السكان بالبقاء بعيدا عن شواطئ المحيط حفاظا على سلامتهم نرجو ان يهتم السكان بالنصاح التي تقدمها السلطات المحلية اما بنسبة سكان المناطق الساحلية في نورت كارولاينا فليس امامهم الوقت للانتقال الى اماكن اخرى الرئيس الامريكي باراك اوباما اعلن حالة الطوارئ في ولاية كارولاينا واصدرت السلطات تحذيرات من الاعصار في معظم المناطق الشمالية ويتوقع خبراء ان تتباطأ سرعة الرياح بينما يقترب الاعصار من المياه الباردة الا انهم حذروا من ان اتساع حجم العاصفة يذكر بما حدث عندما اقترب اعصار كاترينا من سواحل الخليج قبل خمس سنوات عبدالقادر بلحاج بي بي سي